تقدم جديد يحرزه الجيش الوطني شمال محافظة صعدة مسرح العمليات الأهم في هذه المنطقة هو مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية التي شهدت خلال الثلاثة الأيام الماضية معارك ضارية تمكن خلالها اللواء 102 قوات خاصة من تحرير مساحة واسعة في هذه المديرية جزء من الأهداف التي يتوخى الجيش الوطني تحقيقها في هذه المعارك هو الحد من الهجمات التي تنفذها عناصر الميليشيا على الطرف الآخر من الحدود إلى جانب الهدف الرئيس المتمثل في تحرير محافظة صعدة عبر هذه المديرية التي يمر خلالها الطريق الدولي الواصل بين اليمن والسعودية نجعل رمضان الكريم سنواصل التقدم إلى صعدة بعد مجلسية الحوثي ونتحر بعدهم بعدهم طهير صعدة إن شاء الله واستنادا إلى تصريحات نقلها المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء العميد يسر الحارثي فقد شملت المناطق التي تم تحريرها خلال معارك الأيام الماضية إجزاء كبيرة من وادي الثعبان وسلاسل جبل يفع الصغرى وتباب يزهر وإجزاء من جبل الحديد فيما يواصل اللواء تقدمه باتجاه مركز مدرية باقم مسافة قصيرة تفصل الجيش الوطني عن مركز المدرية الذي أكد العميد الحارثي أن قواته تحاصره من جميع الجهات بهدف تحريره والانطلاق منه لتحرير بقية محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الإنقلابية طيران التحالف قدم إسناد متواصل للجيش الوطني إبا هذه المعارك منفذا عدة غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيا أسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة لهذه الميليشيا حصيلة هذه المعارك العنيفة التي شهدتها هذه الجبهة مقتل وجرح ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر الميليشيا وأسر عدد آخر بينهم قيادات ميدانية برتب عالية فيما خلفت الميليشيا بعد اندحارها من هذه المواقع كميات كبيرة من الدخائر والأسلحة متعددة الأنواع وأجهزة لاسلكية ووسائل مواصلات التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني في هذه المناطق قد يسير بوثيرة بطيئة لكنه يعد تقدما نوعيا بالنظر إلى الطبيعة الصعبة التي تجري فيها هذه المعارك جايين يا صعدة جايين مهما طال الزمن ولن تردنا أي صعوبات عن صعدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر